بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مرحبا بكم بالإلتحقاء بقناتي اختبار الفصل الثاني في مدة اللغة العربية لسنة الثانية متوسط جد 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 مفيد نتمنى أن كل اللي شافه وعجبه يدين له لايك يدين له لايك يعني يدين له جام باش يشوفوه بقية التلاميذ أنا والله ما نطلش منك الاشيارك نهائيا القناة قدرتها اشترك لما تتشرك هذاك حاجة تخصك بسح لايك نطلب اللايك دي له جام باش يشوفوه تلاميذ الأخرى واستبدو ثاني منها نبدو على بركة الله السند مما يجمل ويحسن خلق الإنسان صحبة الأخيار فالإنسان مولع بالتقليد فكما يقلد من حوله في أزيائهم يقلدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم إن مصاحبة الأخيار تغرس في النفس الأخلاق الكريمة وتدفعها إلى معالي الأمور وأما مصاحبة الأشرار فإنها تقود إلى الاستهانة بالأخلاق وتجرأ على اقتراف الأثام وتباعد بين الناس وبين القيام بالأعمال العظيمة فالقرين الصالح يعتبر بحق من أفضل نعم هذه الحياة والمعوان المرشد الأمين إلى طريق النجاح فكثير من النابغين والعلماء والمتفوقين الذين خدموا الإنسانية يردون سبب تفوقهم إلى أنهم وفقوا في اختيار قرين صالح صاروا على إرشاده واقتبسوا من نصحه فمن يجالس الأخيار ينال فضهم ينال فضهم ونبل أخلاقهم والناجح في هذه الحياة هو من يحسن اختيار السديق وقد صدق الشاعر في قوله عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى أو يقتدي فكل قرين بالمقارن يقتدي هذا هو النص بإمكانك تدي له كابتون وتشده عندك توجد الواضحية الأولى الخاصة بأسئلة حول النص تجاوبها من نص وكذلك إعراب الكلمات وكذلك تحويل الجملة هذا هو النص أمامكم طبعاً لغة العربية واضحة بنسبة للجميع نحن لا داعي أن نشرح النص كلمة كلمة نروح للسؤال الأول إذن أنا رح نقرأ الأسئلة وخلي لك الوقت وقف الفيديو وجاوب وروحكم بعد نتقاسموا لإجابات الواضحية الأولى اقترح عنواناً للنص ما أثار مصاحبة الأشرار اشرح ما يلي يقلد مولع هاتي أضداد ما يلي الأمين وقارين شوف هنا يا أحياناً تكون عندك الإجابة ياك بس حميش موجودة في النص أنا ننصحك في الوضعية الأولى جيب الإجابة الموجودة في النص مش من عندك يجيب إجابة النص المطلوب منك أنك تبحث في النص وتجيب الإجابة كثير من التنمية ضيعوا النقاط فقط أنهم مثلاً هنا ما أثار مصاحبة الأشرار الإجابة موجودة في النص ما تجيب لش إجابة من عندك أنتايا ما تشتهدش في الإجابة هذا هو المطلوب وروح للسؤال الثاني أو الوضعية الثانية استخرج من النص أسلوباً إنشائياً وبين نوعة أسلوباً إنشائياً وبين نوعة هل هو سؤال هل هو تعجب هل هو أمر استخرج أيضاً فعلاً أجوفاً وصرفه في الماضي مع الضامر أنتا وفي المضارع مع هن مبيناً ما طرأ عليه من تغيير مع التعليل نستخرج من النص فعلاً أجوف ونصرفه في الماضي مع الضامر فقط أنتا نتقيب بالسؤال وفي المضارع مع الضامر هن ثم نبين ما طرأ عليه من التغيير مع التعليل التغيير عندما نكتب الإجابة نكتبها بالقلم الأحمر يعني هذا هو التغيير الذي طرأ على الفعل قد بيّنته باللون الأحمر كذلك نبيّن نستخرج محسنا بديعيا ونبيّن نوعه طبعا غالبية المحسنات البديعية جي طيباق غالبية جي طيباق إما طيباق إيجاب أو جي طيباق سن فقط هنا فقط وضح للتلاميذ بشي يخضو بين بارهم اشرح الصورة البيانية الآتية تغرس في النفس الأخلاق الكريمة كذلك حاجة وخطخة كي يعطيك اشرح الصورة البيانية على فاستعار واستعار مكنية دائما ديرها هذه في رأسك هذه الإجابة في رأسك أعرب ما تحته خط في النس إذن ما هي الكلمة المطلوب إعربها فإنها تقود تقود والمعوان فالقرين الصالح يعتبر بحق من أفضل نعم هذه الحياة والمعواني كلمة المعواني كيف نعربها كذلك نذهب إلى السؤال الآخر بين الجامد والمشتق فيما يلي وبين نوعيهما الإنسان الكريمة الاستهانة الصالح أين هو الجامد وأين هو المشتق وبين نوعيهما الوضعية الإدمشية إذن السياق أدب الوصايا من أهم الأداب التي تكسبنا محاسن الأخلاق وتغرس فينا القيم النبيلة واحترام أنفسنا ومجتمعنا السند سبق وأن نصحت أحد زملائك بتجنب شتم الناس والكف عن أذاهم بلسانه فألح أصدقاؤك أن تعيد لهم ما جرى بينكما من حديث التعليم في فقرة حوارية وتوجيهية مجزة تكلم عن نصيحتك لزاملك مبين آثة فحش اللسان وأثره في المجتمع موظفا تشبيها وطباقا محترما علامات الوقف المطلوب فقرة حوارية يعني حوار حوار مش تكتب فقرة نصية يعني مطلوب منك حوار تكتب حوار يجب التقييد حتى نأخذ علامة مناسبة وقف الفيديو كامل ونبعد نتقسم الإجابات إذن نروح للإجابة الصحيحة إذن العنوان المناسب للنص اختيار السديق أو فضل فضاء المصاحبة السديق الصالح أثار مصاحبة السديق الشرير أثار مصاحبة الأشرار إلى غير ذلك من العنوان المناسبة للنص ثانيا أثار مصاحبة الأشرار فإنها تجرئ على اقتلاف الأثام وتباعد بينك وبين القيام بالأعمال العظيمة المرادفات يقلد يحاكي مولع محب والأرضات قارين هي صديق ضدها عدو والأمين ضدها الخالي الأسلوب الإنشائي لا تسأل نوعه طلبي وسيغته النهل الفعل الأجوب هو صارة مع الضمير أنت في الماضي نقول سرت حذف حرف العلة لاتصاله بتاء الفعل ومعهن في المضارع نقولهن سرنا حذف حرف العلة لاتصاله بنون النسوة يعني تحذف حرف العلة في الحالتين المحسن البادغي عندنا هنا كما يقلد من حوله في أزيائهم يقلد في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم هذا سجع انتهوا بنفس هم 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 أزيائهم أعمالهم أخلاقهم هذا سجع إذن نوع النص هو نوع نصري لأنه كلام مرسل غير موسون ولا مقفع إذن الصورة البيانية كما سبقا قلت هي استعارة مكنية شبهنا الأخلاق بالنابات مشبه به محذوف وتركنا قرينة من قرانائه قرائنه قرائنه وهي الغرس إذن هي استعارة مكنية بالنسبة للإعراب تقود فعل مضارع مرفور وعلى ما ترفعه الظم الظاهر على أخيره والفاعل ضام المستثف تقديره هي المعوان هو اسم مغضوف منصوب بالفتحة الظاهرة على أخيره بنسبة للجامد الإنسان والاستهانة هنا ذات وهنا معنى وبنسبة للمشتق الكريمة والصالح هنا صفة مشبهة وهنا اسم فاعل أعتذر لم تكن الصورة باضحة إذن أعيد الجامد الإنسان والاستهانة هنا ذات وهنا معنى المشتق هنا الكريمة الصالح وهنا صفة مشبهة ونوع هنا اسم فاعل بقيت لي الوضع الإدمشياء إذن على شكل حوار نتابع أنا أقع وأنت استمع إن الإنسان مهما على شأنه تبقى أخلاقه من تقيمه يا عمر هل تعرف أن السب والشتم من الرذائل عمر وما معنى الرذائل يا خالد خالد هي كل الصفات القبيحة التي تبخس الإنسان وسط مجتمعه وسط مجتمعه وأهمها ما يتلفظ به الإنسان من ثامه عمر آه يا صديقي لو تشرح لي أكثر خالد ياك يا صديقي أن تتلفظ بالكلمات القبيحة أمام المرة للصغير أو الكبير كن مهذبا في ألفاظك حتى يحترمك غيرك عمر أعطيك كل الحق يا صديقي كذلك ذيننا يأمرنا بالكلمة الطيبة وينهان عن الفاحش من الكلام والسب والشتم أن كانت هذه الوضعية الإدماجية فقط كما ناموذش أتمنى لكم التوفيق في هذه الاختبارات وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله